شكرا لك أحمد التاسع صباح من توقيت القارة السابعة بتوقيت الجرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تتم عملية تطوير المحاول والطرق بالسحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة وذلك لاستعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة السحل الشمالي ومحاول ربطها بمدني ومحافظات القهرة والدلتة بما في ذلك تطوير الجاري لطريق القهرة السل الإسكندرية الصحراوي بتولي 160 كم ليصبح ثمانة حارات مرورية في كل اتجاه صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 799 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللزمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي متعفين من الفيروس إلى 222.315 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 77 حالة جديدة تثبت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس بالإضافة إلى وفاة 6 حالات جديدة مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ حوالي 283.567 من ضمنهم 222.315 حالة تم شفاؤها و16.431 حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت حوالي 205 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء وسجلت الوزارة 6.787 حالة إصابة جديدة بالفيروس وقفز عدد الإصابات الإجمالية إلى نحو 530 ألفا بينما وصل العدد الكلي للوفيات بالفيروس إلى 17.200 حالة تستقبل المملكة العربية السعودية اليوم تلقى حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعد المحاميد جهازية المسجد الحرام لاستقبال الحجاج أجد كففت الاستعدادات الميدانية وهيئت جميع المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والتواف والسعية مشيرا إلى أنه جار التأكد من جهازية الإمكانات البشرية والآلية كافة لاستقبال الوفود الأولى إلى المسجد الحرام لأداء توافل إفاضة وسط بيئة صحية وأمنة ومستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 133 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم حسب ما أعلنت الشرطة الألمانية في بيان لها ما يرفع عدد الوفيات في أوروبا إلى 153 شخصا وأوضحت الشرطة في مدينة كوبلينتلز أن 90 شخصا لقوا مصرعهم في الكارثة في ولاية راينلاند بلالكينات التي تعد واحدة من أكثر مناطق تضرورا ويضف ذلك إلى مصرع 43 شخصا آخرين في منطقة رينانية الألمانية ومصرع 20 آخرين في بلجكا موسيقى 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 قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن الاضطرابات التي اكتحت بلده في الأسبوع الماضي تنحسر وأن الهدوء عاد لأغلب المناطق التي شهدت أعمال عنف ونهب وفي خطاب وجهه للشعب أكد رامافوزا أن الشرطة تعتقلت ما يزيد عن 2500 ممن تشتبه في دلوعيهم على التحريد على العنف وأن تلك القضايا ستعطى الأولوية في النظر فيها مشيرا إلى أن حجم الضمار الذي خلفته أعمال العنف تقدر تكلفته بمليارات من العملة المحلية يتذلك بعد اندلاع أعمال الشغب في عدة أجزاء من البلاد إثر سجن الرئيس السابق جاكوب زومة لعدم مثوله أمام جهات التحقيق في قضية فسد خاض فريق الأهل ميراناهو الأخير على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة دار البيضاء المغربية استعدادا لمواجهة كازا تشيفز في المباراة التي ستجمعهما اليوم في نهاية دور أبطال إفريقيا يسعى نادي الأهل لمواصلة صحواته في دور أبطال إفريقيا وتتفيق بالنجمة العشرة بعد الفوز بالتاسع العام الماضي على حساب نادي الزمالك توجد المنتخب الوطني بفضية منافسات الفرق للنشئات ببطولة العالم للخماس الحديث التي تصدفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من الثاني عشر حتى الثامن عشر من يوليو ألجاري وكان منتخب النشئات نجح في التأهل للنهائي فرد النشئات بثلاثة لعباتهم سلمة أيمن وأميرة قنديل المتأهلة للأولمبيات توكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لعبات المتأهلات للنهائي بعد تحققهم مراكز متقدمة في منافسات النصف النهائي نهاية مجزة تساعة من التلفزيون المصريين نعود لاستكمال باقي فقر السواح الخير يا مصري بك لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر